اشتركوا في القناة او الهبوط او الميل بالفعل ملت في هذه المنطقة السبب في هذا هي محطة معالجة مياه الصرف الصحي هذه المحطة نحن فيها ايضا هذه احواض لمياه الصرف الصحي والمحطة ذاتها على بعد امتار لا تبعد اكثر من اربعين مترا من هذه الابراج العالية هذه الخراطيم التي في الخلف ورائه كما ترونها خراطيم كانت لرأي المياه رأي هذه المنطقة التي كان من المخطط لها ان تكون ارض زراعية يستفاد منها من هذه المنطقة حلم كان يحلمه مركز ابو تيج ومدينة ابو تيج هذه المدينة وهذا المركز الذي به حوالي نصف مليون نسمة نستطيع ان نقول ان المنطقة كلها تحوي حوالي مليون نسمة كاملة لكن هذا الحلم للأسف لم يتحقق منذ عام 95 ثم افتتحت هذه المنطقة عام 2006 ومنذ ذلك الحين والمشاكل تزداد سوءا وسوءا وسوءا قامت الثورة المصرية في 25 يناير عام 2011 نحن الآن في عام 2013 لم يحدث اي شيء بل هناك كارثة ربما تقع في اي وقت سألتقي مع احد اهالي هذه المنطقة وهو كان رئيس المجلس الشعبي المحلي الذي خصص هذه الارض خصيصا لهذه المحطة هو الحج فتحي محمود علي اهلا بك حج السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته يعني يا حق اولا ممكن تحكيني قصة المشروع ده كله والمشروع والعملوه من غير محتى رجوع قال لك ده مشروع قومي نعم مشروع قومي نعم وقالوا اني هتعمل تنفيزه هتعمل المياه هيغرضوها غرب الجبل بناءا عليها نعم فبرضو تكرمنا برضو قمنا ديبنا لجان ما تكدس في الاحواط وديبنا لجان من كامل سيد المحافظ السابق نبيل العزبي الله يمسي بالخير رجل فجاب لجان من مصر من الاسكان وزارة الاسكان وداب باللجان ومشوا في الخور في خور يفصل هنا حوالي 27 كيلو وعملوا مجايسات وليجان ودابوا الخير مشوا في الخور وخل خلاص المشروع عشان نفهم ونفهم المشاهد يعني ابراج الضغط العالي دي كانت موجودة قبل موجودة نعم يعني دلوقتي انتو المجلس المحلي يخصص الارض دي عشان المحطة دي خصصنا الارض مزرعة الاخشاب احنا خصصنا الارض مزرعة الاخشاب 300 فدان فده اعترض الضغط العالي اعترض على هذه الارض قال لك المزرعة دي ما تنفعش عشان الابراج ابراج الضغط العالي طب ازاي تخصصوا ارض وهو من غير ما تاخدوا رأي الناس المسؤولة عن الكهرباء يعني انتو خصصت الارض بالفعل مهمة مع الواحدة المحلية طب انت كنت عضو 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 في المجلس انت كنت رئيس مجلس محلي طب ازاي طب يعني الورق ده تقدم لك وانت وافقت عليه اي مهمة ما جلونتش مفروض كانت لديت الكهرب مفروض تعترض يعني احنا ما فيش اكتر من الروتين عندنا يعني ازاي جالك ورق خصصنا اراضي للمزرعة الاخشاب خصصنا اراضي مزرعة حوالي 350 فدان فدات بعد كده اعترضت الضغط العالي اعترضوا عليها قالك ده المزرعة حوالي ما تفعلش تحت الضغط العالي طيب فجبنا بعد كده رفعنا المسؤولين وداتوا اللي جان ان المية يودوها فين يصرفوها في غرب الجبل تسفيدوا اراضي هناك مسطحة واراضي صالحها للزراعة ممكن تتعامل فيها مشاريع وزراعة فدات اللي جان دبنا اللي جان وخلاص المشروع كان على وشك على وشك التصريف المية غرب الجبل فدات الثورة طبعا توقف في الحال والملف موجود في المحافظة بلجان وبتقديرات ويهي لموقف المشروع موقف قالك ما فيش الاعتماد مدات الثورة والاعتماد بيجي منين طبعا من المحافظة من المحافظة طيب يعني المحافظة السابق ما خلاص المحافظة اللي هو البرعي كان اه يعني نعم يعني أنا بتكلم عن المحافظة السابق اللي قبل الموجود دلوقتي قبل قبل ما امن انو الارض دي كانت مخصصة ان هي تتزرع عشان نهاية زراعة الأقشاب وزراعة أقشاب عشان صرف المية وزراعة الأقشاب احنا قطصنا الارض خدمنا تخصيص الارض بس طيب ما هو حتى تخصيص الارض مش كان مفيه دراسة جدوة لتخصيص الارض اي اي ارض بتختروها او لقيتوا ارض فضل بتقولوا هي دينة تنفع اي طب ما هي دينة هما هما الارض هما اللي جاءت الاملاك وحددوها ملك محافظة جاءت المحافظة وحددوا الامل الارض اي احنا كمجلس محلي احنا نتجي للجنة من الاملاك من دبعه المحافظة قصصونا عزين الارض يتخصص الارض عشان نهاية زراعة أقشاب لتصريف المية لتصريف زراعة أقشاب احنا جملة بين عنا المجلس محلي قصصنا الارض قصصنا الارض لتصريف المية يعني مين يتحمل المسؤولية هنا مين يتحمل المسؤولية؟ ميلا 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 يتحمل المسؤولية؟ يعني خصص أرض ولم تستفيد منها الدولة وهو أرض من الدولة يعني خصص أرض في الآخر خصص أرض تصريب في المية والأرض دي دلوقتي من يملكها؟ مش الدولة برضه؟ يعني الأرض دي لنتم مستفيدين منها؟ ولا مستفيدينها ولا حد يستفيدين منها فدي ستة كان موضوع لحنا الجانة الفنية سواء إسكان سواء زراعة سواء كهرباء يعني المخالفات في النهاية تشمل الجميع شكرا لحاجة فستك أقول لك يا ستك إحنا لقد يقوم بلا موقوتها الزرابي لقد يقوم بلا موقوتها بالنسبة للتكدس الأحوال فإحنا لقد فيه اللي جان تعملت بقول لك اللي جان موجودة كشف عملينا حاجة واضح للجان ما عملش حاجة كانت عملت حاجة ما بتعملش حاجة طب ينفذ لها تلاتين طب الزرابي مفيدة يعني اللي جان انت عملت تكلمة على اللجان اللي هي اصلا خصصة. ما عايزين تغطيب عايزين سيد المحافظ اه. احنا عموما حاولينا ننتصف بسيد محافظ وابعتينينا مستشار مشكور. ولكن احنا متأمنين في كل عشان من رجل محافظ دكتور. يعني. 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 المحافظ مش حلو كل المشاكل طول ما اللجان عمالها تقول والله اللجان كل واحد يحمل مسرية حد تاني. شكرا يا حج وصلنا. ويعني ناخد رأي تاني يعني. سلام عليكم. سلام على الله وبركاته. يعني. 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 انت. الحج ناصر. يعني. حج ناصر. يعني. زي ما اسمعت. ان المشكلة دلوقتي. يعني. بالعين المجردة. مش محتاجة. ان احنا. مش محتاجة. مهندس. عشان نقول. والله. في خطورة على المنطقة كلها. يعني. الارض. احنا هنا. دي. دي. يعني. ضغط عالي. حداصر الف. فولت. على بعد. اسمو ده. انا واقف. لو واقف تحتها. على بعد. خمسة ست متر. اه. ساعتك المشروع دي. ساعتنا تنفذ. تنفذ غلط. اه. ساعت بدون ينفذوا المشروع. قالوا. اننا عاوزين. نعمل صرف الصحة. قلت. انا عضو مدلس محلي. في الوحدة المحلية. طب. ايه المطلوب. قال. عاوزين خمسة ومائة فدان. نعمل فيها مشروع. قلنا لهم. والله. عندنا في الدبل. هنا. الارض. فيه مساكن. وفيه مدرسة زراعة. وفيه مش عارفة. وهنا فيها براد. وهنا. وشرحنا لهم كل المواضيع. قالوا. قلنا لهم. قالوا. طب. هننفذ المشروع. قلت لهم مشروع. قدامكم. يعمل دبل. واتفقنا على ان الاساس المشروع يتنفذ. ساعتك بمكان رافع. يعدي. بعد الهضبة. اللي ساعتك انت ما شفتهاش. مجلس محلي. هننك مهندسين في المجلس محلي. لا مفيش مهندسين. هنت ديني لهم المحافظة. مجلس محلي دوره فقط. انهم يخصص أرض. نحن نقل إنهم في المكتب. يقولون. مثلا. حيط الأرض. ذي. كذا. وذي. كذا. يطلعهم. ينفذون من المحافظة. يكتبون للطلب. التعامل المهندسين المسورين في المحافظة. هن ينفذون من غير مشاور واحد. ورئيس المحلي أو رئيس وحدة المحلية أو بتاع يدي ينفذ ساعدتك قلنا لهم لو أنت عاوزين تعمل المشروع معاكم الأرض الليبيا مغرب اتفاقنا على إنه يرفع المي اللي هو اللي تيدي من أبوتيج وتيدي من المزدراب ومن القرى المدورة ساعدتك إنها تترفق فين بعد الهضبة كان اتفاق المشروع على كده دول ساعدتك نفذ المشروع تحت تحت الضغط العالي يعني ممكن الأبراد تقع وفي هنا بتاعد شبكة مية والدية الدنيا لو لمشيت كده برضا تلاقي المية نازلة كده دخلت على الأرض الزراعية ودخلت على المية وساعت دربة عدت بعد الدستر كده يعني أنتو دلوقتي بتتوقع مشكلة أولاً ساعدتك إن تترفع المية بتاع الصرف الصحي بعد الهضبة بما كان ده فعل القرى دي المحافز ودوه وقد ودنا ومشانا معاهم بطن الدبل ودناهم حيث تشيل ملايين السنين مش هتملاها مية على أساس مصورة وما كان يقول لك المكان ما عنداش طب المنفروضة توفر مكان أنت بتعمل المواطن لما يكب سلة مية في الشارع بتقول تلوص بيئة طب وساعدتك تلوص البيئة وانت ساعدتك بتقول إيها مثلا إن هي إيها مثلا يديو بحاول بحاول أفهم إيها المشكلة عند مين لغاية دلوات موسط المشكلة المشكلة طبعا في المحافزة في مثلا في مدلس المدينة في اللي هم يملك كل الفلوس اللي هم يقدم وما كان يرفع بها المية ساعدتك قمان مين نفذ المشروع ومين خلف الفلوس اللي تنفذ به المشروع دي المشروع تتصرفرت له مليارات من الحكومة راحت فيها ما تعرفش دي هو ما عملوش خمس ستة أحواض وراحوا سايبين فيها المية ساعدتك ما كانوش المفروض الساب والمية الحالة دي من كم سنة أحد الحالة دي اللي قال ليها بتاع خم من خمسة يعني من سنة خمسة وتسعيب لغاية النهاردة ساعدتك ما فيش غير الأحواض اللي بتكيب فيها مدينة أحواض مش عارض عقولك عدي بمشكاو كم مليون متر مكعب مي الهنة ترميه في حضان بس فين وريني تعال ساعدتك ساعدتك تعال وريني مثلا يعني انتو بقالكو أكتر من عشر سنة أكتر من 12 سنة تايمة قد نفس المشكلة هي المشكلة هي هي دي ولا في حالة ولا في مثلا ولا حالة تنفذت ولا في صدر الزرعة وشربت من المال صرف الصحة ساعدتها طيب نسمع 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 من الحق يا محمود عبد الحميد يعني سلام عليكم حقا يعني أنا خدت بقبالي يعني ممكن تشرح للمشكلة دلوقتي يعني انت دلوقتي احنا هنا معلما مالش تحرك معايا شوية احنا دلوقتي شايف أنا دول دي حوض حوضين مية وانا شايف شوية زرع هنا وبعد كده شايفين المحطة بتاعت المية ورا ازاي يعني انا عايزة افهم التركيبة دي جات ازاي ازاي ده يحصل من اكتر من سنة 95 يعني من سنة 95 ليوم لهذا واحنا مش عارفين نقول للمشكلة عاملين نسمع دلوقتي ان مشكلة مجلس المدينة مر المحافظة مر وزارة المرافق يعني ازاي يعني انتوا عايشين ازاي المشكلة دي مش محتاجة مهندسين عشان نقول فيه مشكلة احنا اولا بنرحب بقناة الجزيرة المباشرة مصر والعمل لنا عليها طبعا المشروع الاول طبعا المية بتيجي السيادتك من ابو تيج خلال خط الطرد بتيجي السيادتك على برك الاكسادة فوق برك الاكسادة طبعا بتيجي في الاحواض الاحواض طبعا بتفرجها على مازرعة الاخشاب مازرعة الاخشاب السيادتك موجودة على الورق لكن على الطبيعة مش موجودة طبعا انشئت هزيه المحطة ري او ري دي شبكة ري على مساحة ميت فدان كمرحلة اولي طبعا المساحة دي الشبكة متكلفة حولي خمسة مليون جنيه الشبكة دي باية الخرطين خرطين من الماء دي اللي خلاص خلقت من الشمس وسرقت والمحابس مفيش محابس مفيش اي حاجة وستكشاف الخطوط يعني الخط كده وانا شايف الدنيا صحراء قد دلوقتي حتى صحراء جرداء يعني من خمس يعني شبكة الري دي طبع وزارة الري ولا طبع وزارة الزراعة اللي جايمة بها الادارة المركزية للتشجير رأسها واحد رئيس يعني وزارة الزراعة ده في مصر في الدق موقح جامت بها الادارة المركزية للتشجير موقحها في الدق طبعا أنشعت الخط دي طبعا الخط دي حصل تعارض بينها بين الكهرباء طبعا ألغي الشبكة دي ألغيها يعني وزارة الزراعة ده خطأ جسيم إن هي تعمل موضوع دي طبعا لزاية هي تقيم المشروع دي وما فيش أساسا أر طبعا أنا أسمعت أنه في تحقيقات بالفعل في الموضوع ده من بعد الثورات المصرية على المشروع ده كله في تحقيقات وفي يقال أنه فيه فساد كبير في المشروع ده طبعا ما دي متكلف الخط دي متكلف خمسة مليون يعني اللي هو المزعخ خشبي اللي أحمي كلم عليه اللي مش موجودة والمحاب سورتها لسا تكون خرطين أنت تسألني سؤال اللي هي المية بتروح فين المية الصرف الصحي اللي بتجي من أبوتيج بتروح فين بتجي الستك هاي صورة هوا مستنقى يعني بيجي حوالي بيجي حوالي بيجي حوالي 7 ملايون متر مكعب أو 8 ملايون متر مكعب بتيجي من أبوتيج المحطة المعالجة وبترمي فين الستك بترمي في الأحواض لفوق والأحواض بترمي في الحضن دولي والحضن دولي بيرموا فيه ماتورين متهلكين 400 حصان بترمي في ورا هنا هوا في الخور قبل المساكن الشعبية. نموس البعوض. لعن نقدر ننام. يعني دلوقتي مين المسؤول على المشروع؟ ده وزارة المرافق؟ لا وزارة الزراعة والإدارة المركزية اللي صممت المشروع هنا هوا. الإدارة المركزية مش تتأكد إن فيه أرض أرض ملك دولة أرض مخصصة. وبعدين السادتك مخصص 3000 فدان هناك على طريق الصحراوي. جور مصنع الأسمنت الجديد. السادتك ممكن هي إحنا دلوقتي عايزين نبني مع بعض. إحنا بلاش سلبيات وبتاع نبني مع بعض. نبني إزاي؟ نعمل خط. نعمل محطات رفع قوية. وبترفع وراء الجبل. تنجل الميا من هنا للجبل. مش ترمي جبل المساكن الشعبية والنموس وحدش عيناه. بس مين نتوفر فرص عمل للشباب وأشجار تتقطع وتتباع وواواواوا. والكلام ده هوا. وما فيش مشاكل. هنا الناس في الزرابة هنا فوادي. وإحنا فوادي آخر هنا. ولا في ناس ما تأخدش بالها من هنا هو أبدا. نعم. وصلت وصلت الفكرة. أنا ناخد رأي الحاجة عبد الحليم. حاجة عبد الحليم يعني أنا بس هنوري بس المشهد هنا يعني المشهد اللي إحنا شايفينه ده إيه؟ اللي أنا شايفه. ده ما هي ديه؟ أولا قرية ديه أصبحنا من الدرجة السابعة مش حتى التانية. مع قرية الزرابي ده الزرابي. لإهمال متناهي. هنا بتاع خمسة مليون دنيا راحت في الأرض. على الأساس حابوا ينشؤوا. اللي هي الأشجار ومده موسير وراحت معرفهاش راحت فين. لوقت بيلم هنا. بيضطر من غير لازم يصرف الأحوات دي. هصرفها فين؟ هيصرفها فين؟ في الأرض. اللي انت شايفها سيادتك ديه. الأرض ديه بتاعت الأرض المياه الجوفية زادت. المياه ديه الملوسة بتاعت تحت الأرض. واصلت لنا في في الري. لأ إحنا. المكان بيطلع مياه ارتوازي. بتطلع مياه ملوسة. بنشرب منها والزرعة بيشرب منها. يعني المياه ديه في الجبل ديه دخلت ضمن المياه الجوفية. بنجي نسحب إحنا. فتبقى المياه مجلو فيها بنتلوسها بالفعل. بنتلوسها. ونسبة المياه نسبة مياه زادت كماني. زي ارتفعت. بسبب بتسبب المياه الملوسة دي بتاع الصرف الصحي. زاد الإهمال من من 1995 محدد سأل فينا. جي أيام ما جي هنا على ساس السقارية من ضمن القرى أشد فقرا. ووجفت على كده. نعم. ننزل ستك البلد تلاقي نموس بالليل محدش عارفين ايه. طيب يعني حاجة تطلب ايه؟ ومن مين. مسؤولين يرفعوا المياه فوق فوق الجبل ومخطط لها وعلى أساس تترافع بعد التبه ديه في مساحات ملايين. طيب يعني أنا مخطط لها ما نتنفسش غادل وقت عيه. ما نتنفسش حاجة غادل وقت. بحجة طبعا ديه الثورة والإهمال. ما فيش اعتماد وفيش فلوس. ولا فيش حاجات. وصلت فكرة حاجة. شكرا جزيلا. يعني مشاهدين الكرام احنا بنحاول نفكركم. احنا فين بالزبط دي قرية الزرابي. احنا في وسط محطة معالجة مياه الصرف الصحي. لكان مشروع كبير. كان مفروض يبقى فيه مزرعة خشبية ياخذ من مياه الصرف الصحي ويعالجها. وبعد كده يبقى فيه رأي للأراضي الزراعية والمناطق التانية. لكن مشكلة بعد تخصيص الأرض. جات الكهرباء اعترضوا على الأرض دي. لأنها تأثر على الأبراج. ومازالت مشكلة قايمة لهذه اللحظة من سنة 95 لغاية دلوقتي. معنا مستشار المحافظ اللي حضر خصيصا. واشكره جزيلا جدا. يعني دكتور حضرتك المستشار أحمد عبد الحليم محمد وانت وحضرتك دكتور مستشار المحافظ. شكرا جزيلا على حضورك. يعني المشكلة أنا بعتبرها كرسة. يعني يعني من سنة 95 ليومنا هذا. والمسألة واضحة جدا. المشكلة ازاي يعني؟ هي المشكلة طبعا هو هذا المشروع مشروع للصرف الصحي الخاص بمدينة أبو تيج والقرى وبعض القرى التابعة لها. بدأ المشروع في التنفيذ عام 93. وفتتح سنة 2007. يعني فهي المشكلة من 2007 بداية افتتاح المشروع. كان المخصص لي غابة شجرية قريبة بجوار الموقع نفسه حوالي 700 فدان. لكن 700 فدان طبعا اخترت يعني بطريقة غير دقيقة لأن مع احترام يا دكتور. يعني ازاي 700 فدان يتم اختارهم غلط. يعني يعني أنا بالعين المجرد. أنا واقع واقع فيه. نحن على بعد أمطار قليلة وأسلاك الضغط العالي لا تبعد عن الأرض أكثر من خمسة متر. يعني مش محتاجة مهندس. دي مسؤولية كل الجهات ما دارشها. حدد مسؤولية معي. لأنها جات من الفترة السابقة. لأن المنطقة المساحة كلها غير منتظمة. من ناحية المساحة. من ناحية المرتفعات من الخفضات. من ناحية مرور الضغط العالي. من ناحية برضو استلاء بعض الأهالي على أجزاء منه. فتقلصت المساحة يمكن لحوالي 100 فدان. المساحة متدى في المنطقة دي. وفي الناحية التانية مساحة أكبر منها. فأصبحت المساحة حتى لو زرعت لا تكفي. يعني لا تستوعب مياه الصرف الصحي المعالجة. يعني تستوعب كمية محدودة منها. فأصبح لابد من وجود حلول بديلة. ففي أكثر من حال. الحل المؤقتة حالية لأنه بيتم التخلص من المياه في منخفضات أو أخوار اللي هي المناطق المنخفضة القريبة. طبعا. الحل المؤقتة لغادي الوقت ده من شهور زماء عنه. ما حصلش في حاجة. هو الحل ما قد في حلول بديلة. الحل الأول أنه المياه المعالجة تلقى على مصرف زراعي اسمه مصرف دي كاران. بحيث تحقق معايير القانون رقم 48 لسعة 82. الخاصة بحماية النين والمجال المائية. فلابد المياه المعالجة تحقق هذه المعالجة عشان تخلص منها في مصرف زراعي أو في باحرة أو غير طيب يعني يعني قبل يعني نفترض لو دلوقتي المياه جوا فيها سببت فيه انهيار واحد من الأبراج دي. كل الأبراج اللي احنا شايفينها دي وكل الضغط العالي وكل كهرباء في الصيد هتطقطع. يعني دي كارسة بيئية يعني كارسة هتعتصر على الصيد كله. ازاي انتوا لسه مستنين حل ومستنين انه يعني في اجتماعات واللجانة الفنية وما إلى ذلك يعني. هو الحلول حالين جاليا لكنه مفيش مياه بتلقى بجوال الضغط العالي مباشرة. يعني ماشي. بس الميا دي ميا 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 تصار في صحي. دي مية مجاري يعني وبتخش في 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 دي من ضمن المشروع دي عبارة عن المرحلة الأخيرة في المشروع دي اللي بيصحب منها للرأي بعد. الميا اللي احنا وقفين اصدق دي هي المصيبة يعني ما دي جزء من المشكلة الأساسية يعني الناس بتزرع بميا ملواسة في النهاية. وهتشرب من ميا ملواسة. لا هي المفوض. عملية ملواسة دي مفوض المحطة تحقق معايير معينة. المعايير المفوض تعالق الدرجة من المعالجة من ناحية وجود التركيز المواد العضوية وتركيز المواد العلقة. ومن ناحية برضو الكائنات الدقيقة الموجودة في المياه. نعم. فنا بد أن تحقق المحطة هذه المعايير. نعم. لكي يتم التخلص منها او لكي يتم الزراعة بها تبقى اللي فيه قانون لحماية النيل وفيه قانون برضو الاستخدام. ما فيش قانون بيتنفذ. يعني ما ما فيش اي لو في قانون بتنفذ. كان اللي عمل المشروع ده تحسب عليه دلوقتي. ما فيش يعني ما ما احترام. ما فيش اقتر مقوانين في مصر. لكن دلوقتي احنا في كرسة ممكن تحصل. يعني ايه. لو بورج يعني البورج ده احنا شايفينه ممكن يبقى ميل. ممكن يقع دلوقتي واحنا قفين. الميا دي سيادتك واخد بالك اتقطعت وغرقت واخد بالك البيت عندني. معلاش يعني. وان اموسي سيادتك كالي ايه الناس كله. ولعيلة سيادتك ما هتنامشي. وما فيش كرول وكل اللي هو هيقول لك فيه كده اقول له ما حصلش. الميا دي ملوصة. وكلت لعيلة المساكن وبعدين واخبك بيوتني. واتقطعت الساعة واحدة في الليل غرجت البيوت وغرجت الزرعة. وماية سيادتك واخد بالك يا ملوصة. وما فيش حد مراعي حدا ابدا. عملنا احنا يعني ايه يعني اشناص خالق. ماش بنعت مين اديب لك واخد بالك الا الاحد هنا. لليل ولا نهار. ودي وقت واخد بالك سيادتك واخد بالك يا ابو تيد. ابو تيد الوقت هتدي بدوين اهني. واتدي بالكرار. واتدي بدماء الدائرة بتاعت الماركة. وما حد سيادتك هيسكن هنا خالص. وصلت الفكرة حج يا روانا المستشار. يعني سيادت سيادة المستشار. سيادة المستشار. يعني زي ما انت شايف. يعني يعني ده الوضع الحالي. لا هو طبعا في حل تاني انه اعتمت فعلا ميزانية ومبلغ لعمل مرحلة تانية من المعالجة تسمى المعالجة السلاسية. المعالجة السلاسية للوصول لمعايير. معايير درجة معالجة بحيث تسرح المياه للزراعة او للتشجير. الحل الدائم والنهائي هو رفع هذه المياه الى الهضب الغربية. عن طريق مجموعة من محطات الرفع وخطوط الطرب. بحيث بحل دائم ونهائي وتعمل فيما زراعة متسعة تستوعب كل كمية المياه. وهذا المشروع ممكن يشمل مركز ابو تيت. نتمنى الحل ده يتنفذ. يتنفذ. ووزارة المرافق. وكان هناك اكتر من ضيف كان مفروض يحضروا معنا الحلقة دي عشان يردوا على الاتهامات اللي احنا سمعناها من الناس. لكن سمعنا منهم انه وزير المرافق نفسه اكد عليهم قدام تعليمات بعدم التصريح لقناة الجزيرة او اي وسيلة اعلام. والسبب اللي احنا سمعناها منهم ايضا انهم بيقولوا انه الملف ده بالذات فيه مشاكل كثيرة متشعبة. ووضح ان فيه فساد كثير. وسمعنا من الاهالي هنا ان الوزير هيجي يوم ستة وعشرين الشهر ده. نتمنى ان يجي ويشوف المشكلة دي. هذا عمر منايري. وحييكم من قرية الزرابي بمركز ابو تييج محافظة سيوت. هذا عمر منايري. حييكم استعود دعاكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة